في ناس كتيرة جداً سألتني إيه رأيك في الحكاية اللي بتقول إن الأنبياء أصلهم مصري وإن الأنبياء اللي في مصر هم الملوك المصريين كأن يجب أن يكون الملك نبي ودي حاجة ما عرفهاش بصراحة يعني سيدنا محمد ما كانش ملك سيدنا يوسف ما كانش ملك سيدنا موسى ما كانش ملك يعني بالعكس الملك ما يبقاش نبي أبدا ليه لأنه هو أساساً بيجي ينصح شعبه فإزاي هو الملك اللي مسؤول على الشعب وفجأة يبه هو المصلح فدي أول حاجة لازم تخدوا بالك منها تاني حاجة هل النظرية دي منبحة مصري أو منبحة عربي لا النظرية دي منبحة الغرب ودائماً كل مخرف يأتي من الغرب فلو بالك يعني إحنا بنصدر لهم العلماء والعلم وهم يصدروا لنا المخرفين والغطل يعني النظرية دي بدأت في الغرب بدأت إزاي؟ بدأت إنهما لما بيلاقوا أي قصة دينية موجودة في أي حضارة مش يقولوا بقى إن ده القصر اللي بيكلم عن الحضارة لا يا فاند بيقولوا إن الديانات مسروقة من الحضارات يعني إحنا لو لقينا قصة سيدنا موسى أو سيدنا يوسف مكتوبة على القصر المصرية هيكون رد في علوم إن الديانة دي مسروقة من القصر دي مش هيقولوا العكس دايما تفاكرين وده السبب إنهما بيستخدموكو في إن إنتوا تدوروا على قصر تثبت هذه القصص وده غلط ما ينفعش كلام ربنا يصدق بلا أي دلائل عشان تكونوا عارفين في ناس مجموعة من العلماء مش علماء يعني هما ناس قاعدين كده مع نفسهم وفقروا وقالوا كل حاجة حصلت في مصر يعني الخروج ده حصل في مصر طب مين اللي خرجوا يا جماعة؟ أخناتون وقومه هما دولة قوم موسى يعني أخناتون ده هو قوم موسى وإن فرعون ده هما اللي طردوا اللي طردهم اللي هو حور محب دي قصة ملقاش أي إثبتات بسيطة فانتازيا تاريخية أو ناس يعني لقوا إن الموضوع ده لاي فقالوا عليه كذا قصة وهبقى أحكي لكم الحكاية وفي ناس تانية قالوا إن أساسا القصص كلها حصلت في الحضارة المصرية والحضارة العرائية وإن اليهود دولة ما هما إلا ناس جملة إن المناطق دي كلها فيها قصص فاخدوها وحرفوها أو اخترعوا لنا الديانات الثلاث وإن مفروض إن إحنا بدل ما نلف حوالين الكعبة نلف حوالين الهرب وإن إحنا بدل ما نحج للسعودية نحج الأبيدوس فاهمين إنتوا القصة؟ النظرية دي طلع عشان تقول لسيادتك إن الديانة الأصلية هي الديانة المصرية فاهمين؟ طيب إنت يا درف أنا مش بتحب الأصارة المصرية وبتدفع ناس؟ أه بدافعنا بس أنا ما ينفعش أدفع في الغلط مين قال كده؟ المصرين وقدماء كان يهم ديانة خاصة بيهم العراقيين كان ليهم ديانة خاصة بيهم البرازيليين ليهم ديانة خاصة بيهم المكسيكيين ليهم ديانة خاصة بهم كلام ده في العالم القديم كل واحد ليه ديانته فما ينفعش أنا علشان أحرف أفكار الناس أبتدى أشتغل على الحتة اللي فيها جهل إن الأنبياء هم الملوك إن الديانة هي مصر طيب يا نرفانا الناس ما قالوش الكلام اللي انتي بتقولي ده لا دي دي الحلقة الجاية الحلقة الأولى أن هما يقنعوك إن الأنبياء هم الملوكة المصريين ماشي الحلقة اللي بعدها هتكون زي ما أنا قلت لك إن مكة هي أبيدوس يعني حج الأبيدوس وإن الكعبة هو الهرم وهنلف حاولينا هرب صحة مرات هل في ناس مؤمنة بالكلام ده آه يا جماعة في ناس مؤمنة بالكلام ده وبييجوا يعبدوا أزوريس وإزيس وسخمة ومسخمة والكلام ده موجود طب هتقولي يا نرفانا طب أنتوا ساكتين ليه على الكلام ده يا جماعة الدين لله يعني أنت عايز تعبده لتعبده أعبده ده ربنا ذات نفسه هو اللي قال كده لكن اللي بيحصل كالتالي أنت ليك نفسك تقدرش أن أنت تحكم الناس فعشان كده أنا بقول لكم النظرات دي أنا ضدها تماما وأنا لو بتكلم على أثار بتقول أن ملك فلان هو مش عارفة إيه أنا بتكلم عن قراء الأشخاص وبان في القصة فيما بعد يعني حد مثلا يقولي إيه إن سيدنا موسى هو ابن رمسيس التاني لأ أنا بسرد القصة أو الرأي وبان فيه في آخر الحلقة طيب فيه ناس قالوا إن محاطب هو سيدنا يوسف لأ أنا بسرد القصة وفي الآخر بان في القصة يعني أنا بتكلم الرأي وبان فيه في آخر الحلقة أنا ضد هزيه القراء أنا مؤمنة بحاجة إن ديني ده لي لكن الأثار والحضارة المصرية حاجة موجودة ندرسها كما هي ما نحرفهاش على أهوأنا هم عملوا كذا إحنا نقول هم عملوا كذا هم سووا كذا إحنا نقول هم سووا كذا ما نضيفش حاجات من عندنا عشان نحلهم في نظرنا ما نقولش بقى هم موحدين ما نقولش بقى هم مسلمين ما نقولش بقى هم قفرة هم هم زي ما هم هم خلاص خلصوا إحنا لنا إن إحنا نعرف أثار أجدادنا فقط أما الدين الحالي فهو ديننا إحنا يعني المسلم مسلم والمسيحي مسيحي واليهودي يهودي خلص تعالى كده هتفرق في إيه بقى عارفين هتفرق في إيه في السيادة إن كل واحد عايز يسوده لآخر وده طبعا حاجة ضد البشري في حد زادة ترجمة نانسي قنقر